السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم عزائي المشاهدين المتابعين المحترمين اعتقد ان منتخب الجزائر لم يعد درس بتاع منتخب مصر مبارح شوت في اعلى حاجة وشوت تاني مغير تماما الناس هتخش تقولي الارهاق التعب كل الكلام ده احنا عارفينه قبل البطولة ايه اللي حصل يعني اولا اول درس المفروض انه كان جمال بالماضي والمنتخب الجزائري يستفيد منه في مطش مصر مبارح ان انت بمجرد مركبة المطش يعني انت عامل مطش الشوت الاول عالمي يعني انا قلت الجزائر بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله زي منتخب مصر بالزبط يعني زي المنتخب المصري تماما نفس الاداء الاداء العالي قوي بليلي النهاردة عامل مباراة وبنجاح سنائي رهيب طيب الفكرة عندي دلوقتي ان انت جيت في الشوت الاول خلصت واحد صفر وتمامت تمام وطلعنا وزي الفل ايه المشكلة دلوقتي ايه المشكلة ان انا لعب باثنين راس حربة هل في مشكلة ان انا لعب باثنين راس حربة خاصة ان الراجل بيلعب قدامك يعني النهاردة بغداد لو شفنا الكورتين يعني انا الحاجة الوحيدة اللي زعلان فيها على المطش ده اكتر من نتيجة الجن بتاع بغداد اللي تلغى من تسلل الجن ده لو كانت حسب كان بقى احلى جن في البطولة حتى من قبل ما نكمل البطولة ميزة بغداد انه كان بيتحرك كتير من الخلف الامام وكان بليلي حافظه وبالتالي لما احنا شفنا الكورة دي تلعبت كذا مرة كان قادر يضرب الدفاع المتكتل لانجولا انجولا عارفين ان هي بتلعب دفاع كان دفاع عالي قوي قادر ان هي تقفل على يعني في منطقة نص ال 18 بتاعها قافل عاملة بلوك عالي وبالتالي كانت التحركات السريعة هي دي كانت الحل الوحيد بناء هجمة من الخلف للامام دي حاجة صعبة جدا مع فريق زي ده متكتل فريق قريب كويس فريق عارف امكانياتك وقدر يلعب عليها النهاردة خلينا يا جماعة رياض محرز نفس الكلام اللي قلته على محمد صلاح نفس الكلام اللي قلته على محمد صلاح في ماتش بتاع المنتخب المصري هقوله برضو على رياض محرز هالرياض محرز في المنتخب الجزائري اكبر من ان هو يتغير رياض النهاردة انا ما شفتوش تماما يعني النهاردة لو بدي نجم المباراة النجم الاوحد في المباراة النهاردة بالنسبة للمنتخب الجزائري هنقول بالترتيب اول واحد عندنا بليلي الشوت الاول كان عامل مباراة لاروع بعد كده ييجي عندنا آية نوري عندنا شايبي عندنا بغداب ونجاح النهاردة بن ناصر وبن طالب يعني انا بقول ان بن ناصر ما نقدرش نحكم عليه لان راجل لسه راجع من الاصابة ولكن النهاردة جمال بالماضي تأخر في التغييرات جامد اوي يعني انت استنت لحد ما تحسب عليك ضرب الجزاء انت شايف بن طالب مش في يوم وخد انظرك وتطلعه عندك على دكة الاحتياط تقدر تنزل ناس عندك ناس ونص الملعب تقدر تشيل لنص الملعب لكن الفكرة ان جمال بالماضي اتأخر لحد دايقة 65 وده نفس الكلام يعني النهاردة ماتش بالكربون من ماتش مصر في ناس بتزعل من الانتقاد يا جماعة فيه فريق بين الانتقاد وفريق بين انا بستفيديم الدروس النهاردة يعني جمال بالماضي انا مفروض ان هو كان اتفرج على ماتش مصر مبارح يعني ماتش مصر مبارح ده المفروض كان يبقى مرجعي لجمال بالماضي يتفرج عليه النهاردة انت ركب الماتش على طول الجون التاني يعني انا انبسطت قوي من كرة الجون التاني اللي جيت اساله يعني الكرة اللي جيت اللي جابها بغداب بنجاح وتحسبت اساله انا كنت مبسوط بصراحة لان اولا نسيبك من الكرة المقصية والجون وشكله حلو وجميل بس ده كان هيريح منتخب الجزائر كتير النهاردة تفرجني على منتخب سنغالي النهاردة بيمشي المطش زي ما هو عايش برغم ان انت هتقول لي اه ما هو انطرد لعيب من جنبي لا بس النهاردة المنتخب السنغالي يعني النهاردة واقف على رجله واقف على رجله قادر النهاردة جاب جون واثنين وثلاثة ومنتخب جنبي يعني اقوى من ان كان المنتخب موزنبيق او منتخب الانجولي اللي لعبوه مصر ولعبتها الجزائر فايه يا جماعة النهاردة ده فيه ايه في البطولة دي فيه ايه غلط في البطولة دي وناس هتقول لي اصل الشمال افريقيا ولأ ما احنا النهاردة شايفين الكاميرون بتتعادل شايفين غنب بتخسر قدام الرأس الاخضر يعني برضو افريقيا بيخسروا اصبح ان فيه مدربين عرفوا ان هم يعلعبوا ازاي على المباراة اكيد اكيد جمال بالماضي اكيد شاف النتائج اللي قبل المباراة بتاعت الجزائر انت لعب على اعلى مستوى عمل يعني روحت توجو وشفت الاجواء وعملت تدريبات الكلام ده فين النهاردة بالناصر النهاردة لعب مش هنقول ما لعبش بس النهاردة مش في مستوى وده له عزره فيه عطال بحس ان عطال برضو كرة او كرة لا هم النهاردة اللي كان ثابت ان كان شايبي او ان كان ايت نوري وطبعا بلايلي ده حكاية تانية خالص بس بلايلي مش هادر يكمل المطش كله فالنهاردة انت كنت محتاج ان انت على اقل تقدير في رأيي الشخصي ان انت كنت تنزل برأس حربة تانية جنب سليمان او جنب بغداب ونجاح وكنت تسحب رياض محرز لو كنت سحبت رياض محرز وخليت على اقل بغداد كان ممكن يبقى عندك الفرصة ان انت على اقل تتعب الدفاع الدفاع الانجولي لان انت بتلعب بتكتل دفاع رهيب هم النهاردة راحوا بكرة واحدة خضر بالجزاء وبانطالب النهاردة يعني يعني النهاردة كان صعب جدا يعني النهاردة بصراحة الحكم برضو كان متسرع جدا في الانزارات بتاعته انت النهاردة اربعة خمسة لعبة من الجزائر واخدين كروت وخلي بالك الموضوع ده احنا شفنا اثر النهاردة اعتقد النهاردة كان الجزائر محتاجة محمد الامين عمورة رئة محمد الامين عمورة النهاردة رئة عندك ماتش بوركينة فاسو اكون او لا اكون انت مش عارف مباراة موريتانيا وبركينة فاسو هتخلص على ايه وشوفنا موريتانيا وهي بتتعادل مع تونس برضو عشان ما نستهترش ونقول اصلا ممكن موريتانيا نبقى لا موريتانيا تعادلت مع تونس في تونس في الماتش الود اللي كان ما بينهم فالنهاردة منتخب موريتانيا برضو منتخب لو استهام بيه ما بالك انت النهاردة هتروح تلعب بوركي نفسه فمش عايزين الموضوع جماعة يبقى عادة وان احنا ناخد اعزار وانطلع اعزار اصل الجو لا ما انت النهاردة عامل لك خمس تغييرات كنت تستفاد بيهم اكيد انا عارف ان الاحمال وعارف شكل الجو عامل ايه وانت قاعد في يعني انت اكيد يا عم جمال بالماضي انت النهاردة جمال بالماضي برضو علشان في ناس هتخش تصطط في الماء العكر وهتقعد تقول لك جمال شوف جمال بالماضي لا بس نهدى بس شوية المفروض جمال بالماضي انت بقى لك دلوقتي اكتر من 3-4 طيام قاعد في فندق جنب الاستاد فانت عارف الجو شكله ايه في موعد المباراة فانت اكيد رسم الخطة اللي هتحصل انت شايف سر المباراة قدامك النهاردة المنتخب الانجولي لاعب كورة عشرة على عشرة المدرب البرتغالي النهاردة قدر يلعب على وخلي بالك يعني لو بصيت مدرب المنتخب البرتغالي ما استناش الشوط التالي لا مغير من الشوط الاول في نهاية الشوط الاول بدأ التغرب بتاعته زبط الملعب بتاعه قدر يشوف فايه المشكلة يا جماعة عندنا مبرح في توريا يتأخر في التغييرات والنهاردة برضو جمال بالماضي يتأخر في التغييرات وده برضو بقول جرز انذار لكل المنتخبات العربية التانية المغرب ومنتخب تونس والناس اللي بتخش عندي بقى وعملها اليومين اللي فاتوا دول نغمة ربع العالم انسى بقى يا معلم انسى وتفرج النهاردة فانا مش عايز برضو مباريات يعني احنا مبرح مسكنا منتخب مصر سلخناه النهاردة المنتخب الجزائري لعب شوط اول عالمي يعني النهاردة كان نقص الشوط الاول يطلع اثنين ثلاثة اربعة يعني لو شفنا الاكس جي بتاع المطش ده ممكن تلاقي مثلا خمس اهداف المفروض كان المنتخب الجزائري يجيبهم تاني حاجة الكور اللي جات النهاردة بحس ان احنا كنا بنوصل بس الفعالية العالية على المرمى ما كانتش قد كده بتوصل بس مفيش فعالية بتوصل بس برضو مفيش ان انت تنهي الهجمة بشكل مزبوط بصراحة النهاردة انا بقول ان بلاي لوجوده كان مهم جدا ومحمد الامين عمورة كان وجوده مهم جدا واثر النهاردة انا حسيت المنتخب النهاردة تاثر بعدم وجود محمد الامين عمورة ورسالة ليه جمال بالماضي انا من بلح انتقضت محمد صلاح فاعتقد رياض محرز مفروض لو هو ومش في يومه رياض يطلع مش عيب اي نعم رياض جري وعمل بس النهاردة انا كنت نفسي ان انت تلعب باثنين راس حربة مباراة بتروح منك ومباراة تهرب منك وفريق عمالي دافع ادفع براس حربة تاني نقطة تانية النهاردة عيسى مندي بصراحة وكان رمي بن سبعيني عندهم تقل غريب انا اول مرة اشوف عيسى مندي ورمي بن سبعيني بتقل ده حتى من الشروط الاول يا جماعة مش من الشروط التاني يعني فيه كم كورة جون في الشروط الاولين كده تحس ان فيه ارتباك في اي مشكلة مندريا من نهاردة كان عامل مباراة قوية خاصة في الكورة العالية والكورة العرضية ولكن النهاردة برضو انت النهاردة تحس ان فيه رجلة تقيلة بتاعت رمي بن سبعيني ومندي هل مندي لسه مصاب وعنده مشكلة مش عارفين برضو يعني لان كان مندي كان مصاب اعتقد فهل النهاردة الاصابات بدأت ترجع تاني اعتقد درس قاسي اخر لكورة الشمال الافريقية والجزائر لازم تاخد بالها المطشات اللي جاية المطشات اللي جاية مطشات اعتبارها نوك اوت يعني مطشات خروج مغلوب مفيهاش اي مفيهاش اي لانك انت ممكن بسهولة او في البطولة دي بقى بما احنا شايفينه ده كده في السهولة ممكن تلاقي نفسك برا بسهولة جدا تلاقي نفسك برا عمورة لازم يكون اساسة في المطش اللي جاي ولازم المباريات بقى اللي جاي سواء لمنتخب مصر منتخب الجزائر والكلام لمنتخب تونس اللي يلعب بكرة وبعدين منتخب المغربي وبعدين منتخب الموريتاني بسرعة اقل طبعا عايزين بمجرد ما تركب المطش الجونت الاول التاني التالت خلص نفسك بدري بدري الفرق دي بمجرد ما انت بتغلب واحد صفر وهم بيبتدوا شم نفسهم عليك بفرق اليقة البدنية فرق اليقة البدنية طبعا اكيد بيبقى لصالحهم بس انت مهاريا اعلى منهم فانت محتاج ان انت تستخدم للموضوع ده مش عايزين دلوقت يا جماعة الناس سنسنا لها على المنتخب الجزائري ومش عايزين الناس تبتدي يتهاجم المنتخب الجزائري احنا هاجمنا المنتخب المصر مبارح من حق نستكلم بس قلنا برضو احنا هندعم المنتخبات بتاعتنا وهنقف وراه مش هننكل ولا هنمل ربا ربا ضارة النافعة ربما يكون اللي بيحصل ده نتيجة ان برضو دروس بناخدها وارصة ودن بياخدها المنتخبات علشان ما هو قادم نتمنى ان شاء الله لفوز للمنتخب الجزائري في ما هو قادم عنده مباراة هتبقى مصرية امام منتخب موريتانيا سوريا امام منتخب بوركينة فاسو بعدين منتخب موريتانيا عندنا منتخب مصر يلعب منتخب غانا المباراة القادمة بالنسبة للمصر طبعا مصر موقفة اصعى لسه مشوفناش بوركينة فاسو عمل تيمع موريتانيا لكن غانا خسرت امام الرأس الاخضر فمصر هتخش هتلعب بفريق تاني خالص الغانا هتخش تلعب بالفول باور خلاصيا كده مهزومة يعني لو تخلبت الماتش التاني برا خلاص فنتمنى ان شاء الله ان المباراة اللي جاية تكون افضل نتمنى ان يكون دروس قوية اللي اقل بدنية مهمة المهم ان انت تخلص الماتش بدري بدري ركبت الماتش خلص وهتجوان بلاش تقاعز بلاش ان انت تبتدي تهدر الوقت وتهدر مجهودك في ان انت تحط نفسك في مواقف صعبة النهاردة المنتخب الجزاري حتى نفسه في موقف صعب نفس المنتخب المصري تماما اتمنى فيما هو قادم الناس بتيتعي هذه الكلمات المهمة لان بعد كده هنعاني بالكلام ده بعدين لو طلعت بقى تاني ولا قدر الله طلعت تالت هتبقى في مشاكل انت هتقابل فرق اعلى في المستوى بدري بدري وممكن تطلع بدري بدري واحنا مش عايزين الكلام ده دي كانت حلقة النهاردة اتمنى ان اعجابتكم الحلقة تعملوا اشتراك في القناة فعلى زر التنبيهات وحب اشاريكم في كومنتات انا محمد المصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته